بعيداً عن إخفاقات سياسية أو اقتصادية إلى أن العراق الذي يمثل بوصرة أمان في المنطقة يلعب دوراً محورياً وأساسياً في خلق فرص الوساطة بين الفرقاء إيران التي يراه الغرب وبعض دول المنطقة بعين الحقائق التي تقترفها على يد أذروعها في المنطقة تبحث عن أرضية صلبة لإيجاد مصالحها من خلال تقارب مع الفرقاء وهنا يأتي دور العراق وهدفه في ذات الوقت إذ يبحث العراق عن هدوء واستقرار بعيداً عن تصفية حسابات على أرضه وهنا يقصد الخلاف بين واشنطن وطهران على سبيل المثال فيما يتحرك ما بين الرياض وطهران لاستئناف جهود الوساطة وترتيب اللقاءات التي من شأنها الوصول لاستقرار المنشود ينعكس على مصلحة العراق السياسية والاقتصادية والأمنية بطبيعة الحال ويبدو بحسب مراقبين أن رياح التقارب تتحرك من إيران باتجاه الرياض عبر السفينة العراق يؤكد هذا ما يصرح به وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان باستعداد بلاده لاستئناف العلاقات مع السعودية خبراء دوليون أكدوا أن العراق بدوره المحوري المهم يفرض على أي حكومة من حكومته إدراك خطورة وقوفه مع أي محور ضد آخر لذا فتوازن بغداد في العلاقات الإقليمية والدولية أمر يصب في مصلحته ومصلحة المنطقة سيما في الوصول إلى إنهاء فوضى النزاعات كما أنها وساطة ترضي الأطراف الدولية في الغرب إذ تعلن عبر تصريحات رسمية دوما ضرورة الوصول إلى اتفاقات من شأنها عدم المساس بسيادة الدول وتحديدا ما تريده واشنطن من طهران ويعمل العراق على صناعته لغد أفضل